هذه الإنسانة مريضة نفسياً أنا حتى ما ودي أذكر اسمها علشان ما نجس لساني بذكر اسمها اليوم منزلتنا صورة كلنا نصحينا على صورة منزلتها من جوالها جاية تنهي مصورة ولدها صورته بشكل والله العظيم أنا وشفت قسم بقية الله شي شي صراحة شي ما هو من عداتنا ما هو من عداتنا ومنزلنا الصورة كلنا علشان مشاهداتهم منزلت حابين يطرعون بشي لأنهم عايشين هم عايشين على المشاهدات وعايشين علينا إنه إحنا قاعدين نشوفهم بالنسبة لي أنا والله لا تابعهم لكن يطرعون لي بس إحنا ترى أنا لو نتفق مع بعضنا نشوفهم نعطيهم حضر خلاص ترى إحنا ترى والله شفت ترى أنت وأنا ترى إحنا قاعدين نشجعهم على الشي اللي قاعدين نسوون إذا لا تقول لا إحنا قاعدين نشجعهم وش نشجعهم فيه؟ نشجعهم بالمشاهدات إنه قاعدين نشوف ونشاهد والمشاهدات ذي قاعدين يأخذون عليها وقاعدين يرتفع ويتمدون لكن لو حنا نكف يدينا عنهم بلوك حضر ما عدنا نتابعهم ما نحط لهم إهتمام زين ما نطلعهم بالإكسبلاور ولا شي قاسم بيت الله غير يرجعون ويصورون محافظين قوة غصبا عنهم يرجعون لكن احتمادوا يعني حتى الصورة اللي اليوم شفناها والله العظيم ما يرضاها استغفر الله من قائم والله العظيم يعني شي كلها علشان هالمشاهداته كلها علشان شفتوا أنتم اليوم أنتم شفتوا اليوم شفت أنا شفت اللي حسبي الله واللي ملاعن واللي واللي يقول أن بالخاطب الشركة علشان تسوي لهم لا تخاطب الشركة ولا شي هانت 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 خريم نفسك هانت تقدر تسوي من عندك خلاص بس تنهي الموضوع من عندك خلاص ما يطرعون لك هو الله صد والله أي شخص تشوفه مننزل عنهم شي عطه كذا حط سلة المهمنات على جهزة فيها زبالة حط بزبالة خلاص وانتهى وانتم من يترفعونهم ترى والله العظيم فيجمع ذا الخير خلوكم يدكم وحدهم متحدين دافعوا عن عداتكم دافعوا عن دينكم وبس والله ترجمة نانسي قنقر